استجابة لدعوات القوى الوطنية والإسلامية نظم الفلسطينيون وقفة احتجاجية وسط مدينة رامالله رفضاً لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ودعماً لمدينة القدس وأهلها المحتجون رفعوا العلم الفلسطيني مؤكدين أنه الرمز الوطني الوحيد الذي يمثل فلسطين بأكملها وهو الوحيد الذي سيرفع في القدس ويأتي ذلك رداً على محاولات المستوطنين المستمرة لإقامة ما يسمى بمسيرة الأعلام التي تم تأجيلها عدة مرات من قبل شرطة الاحتلال خشية ردة الفعل الفلسطينية بالتزامن مع الدعوات من قبل غلاة التطرف والعنصرية لتنظيم مسيرات في مدينة القدس المحتلة نحن نؤكد وقوفنا مع أهلنا في مدينة القدس المحتلة رفضاً لكل هذه الاستفسازات وتأكيداً على أن القدس لن تكون إلا عاصمة لدولة سلسطين ما يجري من محاولات تكريس واقع في مدينة القدس لن يمر وشعبنا ماضي على ضرب الكفاح والمكاومة والبطولة وتصدي لهذا الاحتلال